كل عادي وكل نهار سبت نحن نروح للمتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف كيف حيكون طقصنا بباقي الأسبوع بلشنا نشعر بارتفاع لدرجات الحرارة بعد ما وهيك مرة أسبوع كان كتير برد أستاذ حسان سعد صباحك صباح الخير سعد صباحك يا هلا سعد صباحك خبرنا نحن كونوا ببداية هذا الأسبوع كيف حيكون طقصنا بباقي الأيام هل حنكون على موعد جديد مع منخفضات أمطار بداية صباح الخير بنجديد لإليك للإخبارية السورية لزميلتك لك عادية العمال بشكل عام نحن ببداية هيدا الأسبوع والاستقرار الجوي هو سيد الموقف حتى منتصف هيدا الأسبوع بلشت الأجواء تستقر من البيان الأخيرة بالأسبوع الماضي والحرارات كان فيها ارتفاع ولكن الليلة مبارح بالليل كان فيه مخفضة كتير ضعيف وبسيط أثر على المنطقة الساحلية وأجزاء من الشمال والجزيرة هذا مخفض سريع ما بتجاوز 36 ساعة بلش مبارح بالليل تخلص يوم عند ساعات المساء أدى إلى هطولات بمحافظة اللازخية بمطار شهيد باس اللازات واحد ميلي متر بالقردحة أربعة ميلي متر بكسب 8 بالرقة ستة بالعشرة ميلي متر بجل أبيض 2.5 ميلي متر هطولاته عشوائية وكانت محدودة بهذه المناطق تحديدا بشكل عام نحن نتأثر للسانة بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبية غربية طبقات لجو العليا الاستقرار هو سيد الموقف رغمها هي دع حالة عدم الاستقرار الضيفة اللي تأثرنا في يوم بارح بس ترجع الأجواء بتستقر من الصبح بأغلب المناطق والحرارات اليوم التنخفض بصد الله أعلى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية أجواء بشكل عام بين الصحوة والغائمة جزئيا مع فرصة لهاتل الزخات عشوائية من المطر بالمرتفعات الساحلية أجزاء من المنطقة الجنوبية والجزيرة خلال ساعات الليل الأجواء باردة بأغلب المناطق كما يحذر من تشكل الضباط وضعهم بالمنطقة الوسطى أجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر والرياح شرقية الجنوبية شرقية بين الخفية والمعتدلة مع هبات ناشطة بتتجاوز طرق الهبات بعض الأحيان 60 كم بالساعة تحديدا يوم الاثنين في المنطقة الوسطى والساحلية تستمر معنا هيدي الأجواء حتى يوم السلساء بالليل يوم السلساء بالليل تغير الأجواء نحن عم موعد مع مرخفة جنوبة يبلش الثلاثة بالليل من المنطقة الساحل السوري بيمتضل هطل خلال ساعات الليل والصباح الباكر ريتحول يوم الأربعة والخميس الأجواء إلى أجواء غائمة معطيرة على فترات بأغلب المناطق والحرارات بطلخفت بس بيضلها حول المعدل أو أعلى من المعدل القليل لمثل هيدا الفترة بالسنة بشكل عام يعني حالة الاستقرارية معنا لانهار الثلاثة من الثلاثة بالليل تزاد كمية الغيوم متضلش المنطقة التي تأثر فيه وبيستمر معنا حتى مطلع الأسبوع القادم والرياح عم تكون بنهاية الأسبوع الشرقية للجنوبية الشرقية بس الأربعة والخميس بتكون غربية للجنوبية غربية بالخفيفة بدلي مع هببات رشطة بتتجاوز الهببات لـ 65 كم بساعة يوم الأربعة خاصة بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والجزيرة والبحر لليوم عم يكون خفيف ارتفاع الموجود درجة حرارة مياه البحر عم تكون هي 19 درجة مياوية درجات الحرارة المتوقعة بدأ من العاصمة دمشق لليوم 16 أربعة القنيترة 14 أربعة من المرتفعات الجبلية 10 صفر درعة 16 خمسة سويداء 15 أربعة المنطقة الوصباح حمس الحماء 15 خمسة بالحسكة 16 خمسة ساحل السوري اللادية وترتوس 21 أربعة بالشمال حلب وإدلب 16 خمسة دير الزر رقق كمان المنطقة الشرقية 16 خمسة وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 16 أربعة إن شاء الله أمطار خير ورحمة لبلدنا الحبيب سوريا الاستقرار حتى منتصف الأسبوع والمخفض بيبلش من الثلاثة بالليل بيستمر معنا حتى مطلع الأسبوع القادم بإذن الله نعم أستاذ حسان بنا نتشكرك على كل المعلومات اللي ذكرت ودائما نحن نقول الله يبعث الخير وبردا وسلاما على سوريا الحبيب شكرا لإلك المتنبئ الجوي حسان الجوردي